عندك بور واخد كذا عشان تبقى قوي واخد كذا عشان يبقى سر تجدد النشاط هي الحاجات دي علاجات ولا افتكاسات نعم عموما كده مبدئيا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا أستاذ محمد الشاعر على هذه الدعوة الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على ألسنتنا ما يرضيه عننا اللهم أمين في البداية نقول علاجات ولكن توجد علاجات ولكن ولكن هو الحق حتى وأن وضع العلم دوابط كما قلتم في حلقة ماضية منذ عامين تقريبا نعم وفي نسب تجارب معينة تصل تقرابا إلى 70% على ما أظن نعم لذلك لا يعتبرون الحجامة إلى الآن علاجة على اعتبرناها حاجة و60% نعم هذا ما سمعته منك في الكواليس في العام قبل الماضي تمام وأذكره جيدا وأذكرك به تمام تفضل نحن بقول العلاجات موجودة ولكن المبالغة مرفوضة يعني ممكن لو في علاج أوحد لو هنتكلم عن مرض بسيط جدا يعني دعا نتكلم على التهاب اللوزتين عند الأطفال تفضل لو في علاج أوحد ليهم ما كانتش تتعدد وسائل المضادات الحيوالي الموجودة تمام ده في طفل بياخد مضاد ما يجيبش نتيجة ناخد مضادة تاني وهكذا لذلك نجد للمرض الواحد عشرين وثلاثين صنف علاج لو يوجد علاج أوحد لكل الأمراض كنا نسمع أن المرض الفلاني علاجه كذا يمكن نشط في الأوينة الأخيرة أنا وبعض الزملاء ربنا يكرمهم فوضعنا كتاب سميناه clinical guideline for physical therapy وهو الإرشادات أو الضوابط العملية في العلاج الطبيعي بمعنى إيه؟ واحد عنده قطع في الرباط الصليبي علاجه كذا يبقى بالنسبة لي بالنسبة لخريج جامعة القاهرة وجامعة كفر الشيخ وجامعة جنوب الوادي وجامعة الخاصة عندهم براهين علمية بيبنى عليها هذا البروتوكول العلاجي الفكرة نشأت إزاي يا أستاذ محمد عندي طلاب دكتوراه 25 طالب وطالبة أغلبهم مدرسين مساعدين في جامعات مختلفة فقلت أعمل حاجة بسيطة روح تكاتب على الصبورة حالة مريض عنده قطع جزئي في الرباط الصليبي قلت كل واحد طلع وراء ألم يكتب العلاج كلهم بيمرسوا كلهم شغالين كل واحد طلع وراء ألم وكاتب برنامج علاج تخلي النتائج عملنا بقى تحليل إحصائي إذا رأيك بقى عارف في الماجستير وإنت بتاخد الماجستير تعيب تأديه في التحليلات الإحصائية ملقتش اتنين مطابقين لبعض من الخمسة وعشرين طالب فقلت لأ هنا فيه فجوة فيه مشكلة فجبنا المعايير الدولية فيه حاجة اسمها دعنا حاجة مبنية على البراهين العلمية بينا نقارن الورق بيهم لقينا فيهم من يقترب لـ 80% من المعايير ومنهم بعيد جدا عن المعايير الدولية فقلنا لأ فيه دلوقتي لابد عمل كتاب فالنقابة العامة للعاجة الطبيعية تبنت الفكرة الكتاب بنوزعه مجانا على الخريج يجي يسجل استلم كتاب الكتاب ده بيعمله إيه بيخلي الجزء اللي يبدأ يتحرك فيه عفوا جزء بسيط محدود يعني مش يجي واحد عنده خشونة في الكتف بعمله تمارين معينة أروح أعمله أنا حاجة ما تعليقش هذا الأمر إن صح التعبير بيحميم الشطحات الشطحات ويبقى عندنا لغة واحدة في التحويل يعني أنا مجح حول واحد هو عايش معاين مهاردة ومسافر إلى العفوا فضل يا دكتور أهو سألة تشدر الإشارة إلى أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة من الآن وحتى نهايتها عبر خدمة البث المباشر من خلال صفحتنا الوحيدة والرسمية على فيسبوك الرحمة تيفي هذا للسادة الذين لا يمكنهم متابعة الحلقة عبر التلفاز فضل يا دكتور نقول إن المريض ممكن يكون يتعالج عندي في قاهرة بس يمسافر رايح قنى رايح أسوان رايح اسكندرية هيتحرك يعزل محتاج يكمل برنامج العلاج مش محتاج يبدأ مش محتاج يبدأ ومش محتاج إن أنا أقوله يهد اللي عمله بزبط لأن أنا ببعث له هو بيفتح الصفحة في الكتاب موجودة وممكن في بعض الإضافات يحدثها لكن مش هتقدر الشطحات زي ما حضرتك قلت كثير من الناس بما بيبدأ يستغل السوشيال ميديا يتكلم عن حاجات ليس لها ضوابة علمية بنقول نون يعني ما فيهاش إفيدنس ما فيهاش برهان طب اللي ما فيهاش برهان دي إيه ودي بيقى إنها نشوفها كتير دي افتكاس سريع افتكاس يعني واحد عندنا ممكن ده تم القبض عليه الإسبوع الماضي طالع بيقول ده كترة العظام هو ده بقى مدخلش في العلاج الطبيعي ده دخل في العظام يتحكوا عليك يقولك فيه حاجة اسمها رباط صليبي أنا بقولك ما فيش حاجة في الرجبة اسمها رباط صليبي وبيكلم المزيعة يقولها انت شفت الرباط الصليبي فيها تقوله ما شفتش يا رباط صليبي مين فينا؟ فكون عايزين نقوله انت شفت عقلك ما انت محدش فينا شف العقل فيقول لها لا أنا باجي بقى المريضة وقفوا كده وروح ضربه في رجله بديله شلوت أصلح له الرباط الصليبي اللي هو الرجبة العلاج بالشلوت ده العلاج بالشلوت ده بقى ما فيه براهين علمية ويقولك ايه أنا بيجيني مسؤولين كتير عشان اضربهم الشلوت بيجيني مش عارف كذا بيجيني بعض الدكاترة اللي غلب في رجبته أنا بقى عليك هاله كده نقول هنا فيه مشكلة تقع على المريض نفسه أما يجي واحد يتكلم بهذه اللغة وأسق فيه وروح أقف يمسكني وروح ضربني شلوت في القدم من تحت يقول أنا بصلح الرجبة وبينفي ما هو معلوم من العلم بالضرورة أن الرجبة فيها رباط صليبي لا الرجبة فيها وليها صليبي أمامي وخلفي وشفناها في التشريح لا هو عشان لم يدرس تشريح يقولك أنت شفتها بعينك لا مشفتهاش خلاص غيره كثير جدا يا أستاذ محمد بدأوا يعلجوا بأساليب مش أنقول قديمة يعني فيه أساليب قديمة قد تأتي ببعض النتائج لا دي أساليب مستحدثة ولكن جهلة مفتكسة مفتكسة فيه أساليب مستحدثة نقول الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي كل عام بيعمل حاجة اسمها المستحدثات في العلاج الطبيعي هو الاتحاد الدولي للعipes طبيعي الاتحاد الدولي هو ما يضم كل دول العالم اللي تعبع منظومة دولية إحنا مصر بعضو في الاتحاد الدولي إن لو فيه عندنا اسلوب علاجي جهة رسمية يعني جهة رسمية دولية موجود موجود يعني هو موجود في امريكا وموجود منه يعني فارع موجود في الاتحاد الاوروبي بيتغير من بلد لبلد في اوروبا ولكن ده بنرجع له كمرجعية للمستحدثات في العلاج الطبيعي ممكن مستحدثات بجهاز يعني انت العلاج الطبيعي يعني نقول تلت وبيعتمد على الاجهزة العلاجية الجهربية هل ضبط المستحدثات في العلاج الطبيعي يا دكتور مرتبطة بالابحاث والدوريات العلمية لابد 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 ان تخضع ويقولك ان الجهاز ده فعلا عنده حاجتين عنده مصداقية يعني بيقيس الحاجة الحقيقية وعنده اللي بنقول يعني بالانجليزي الاتنين دول لابد ان يكونوا موجودين في اي جهاز جديد ممكن انا اخترع جهاز لازم اخضعه الابحاث هل هو فعلا بيقدر يعالج المرض الفلاني ولا لا نمر اتنين هل لو استخدمته مع مرضى في مصر اذا انا استخدمه على المرضى في امريكا يأتي بنفس النتائج يبقى الجهاز الريلايابل يعني جهاز نقول عالي الدقة طيب الاكثر من كده احنا القانون اللي بننادي بيه في انقابة العلاج الطبيعي بننادي حاجة اسمها عيارية اجهزة العلاج الطبيعي تاني عيارية اجهزة العلاج الطبيعي بمعنى بمعنى احنا في مصر عندنا هيئة اسمها هيئة الموازين والاختام اللي بتروح تقولك الميزان ده فعلا اللي عندك في المحل ده بيقس كيلو كيلو ولا كيلو لخمسة جرام عشرة جرام احنا عندنا في العلاج الطبيعي كده هل الجهاز اللي بيطلع اتنين ونص واط على السنتيمتر المكعب ولا لا ما ممكن الجهاز باع استخدامه يضعف وافدأ اقول انا عندي جهاز العلاج بالموجات التصادمية وادي اسم كبير وجلسة يدفع فيها المريض مبلغ كريب بس الجهاز مش معاير لازم اروح اخد جهاز في شركة تابعة للدولة بتروح المركز بتاعك تقيس الجهاز الموجات الفوق الصوتية هل بيطلع فعلا الموجات السليمة ولا لا موجات التحت الحمراء هل فعلا هي موجات تحت حمراء ولا لمبة حمراء وخلاص هل الموجات الفوق بنفسجية فعلا الموجات فوق بنفسجية ولا لمبة انتدهنها بنفسجي الكلام ده كله عشان نضبط السوق محتاج لقانون وتشريع اما نيجي نقول دلوقتي قانون خمسة وتمانين لا يصلح لالفين واحد وعشرين نعم ده ما احزوجنا لهذه نعم نعم فضل انا مش عايز يعني اتكلم في هذا الامر ان كثير من المستحزلات المستحدثات المفتكسة بدأت تظهر الان بدأ يجي واحد يقول لك انا بعالج بالوغز طب انت هتوقف بايه لا يعمل في الجلد ويرحطت فتلة ويربطها واحد تاني يقول لك بالقطع بعمل فضد انا هقطع مش عارف فين دي كانت الوان من العلاج القديمة تمام طب حلو نعم ده كده العلاج بالفعل بقى اللي هو الشلوت والوغز والكلام ده